يا أيها الذين آمنوا إذا تداينكم بذير إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأفى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليكتق الله ربه ولا يبقص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فالهم الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين بالرجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداغما فتذكر إحداغما الأخرى ولا يأفى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأجباء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلوذي الذي اكتب من أمالته وليستق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسن قلبه والله بما تعملون عليم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولقى الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين أمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه لحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وبلائكته وكتبه ورسله لا نفزق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بفرالك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما تسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولف الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الكرقان إن الذين كفروا بآيات الله له عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يحذف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الغقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبة لهم لأبصار الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ونرخ الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا